اللواء خالد أبو الزينة الحق قبل ما يمشي طبعاً اللواء خالد أبو الزينة مبروك النهاردة الفوز والبطولة وتالب بطولة بتدخل دولاب بطولات النادي الآلي حابب تقولي لكابتن ميدو كل اللعيب الرجال النهار والله بسم الله الرحمن الرحيم أقولي الحمد لله والشكر لله ده فضل من الله سبحانه وتعالى ربنا أقرمنا ووفقنا وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملها فعلاً يعني فعلاً اللعيبة والجهاز كله فني وإداري وطبي ما حدش أثر مع زي الفرق هذا العام وكلهم كان إصرار كبير جداً تمام إن هم يحصلوا فعلاً على السلسية لأن فعلاً إحنا كنا محتاجين الدفعة دي لأن إحنا بقلنا ثلاث سنين الدوري رايح الكاس رايح ما خدناش غير أفريقيا السنة اللي فاتت والسنة اللي قابليها الدوري رايح مننا والكاس فطبعاً دي كانت بالنسبة لنا مشكلة كبيرة جداً وخاصة في النادي له الحمد لله يعني أنا بطمن الناس بشكر مجلس الإدارة بشكر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة بشكر العمري بيه فاروق اللي شرفنا بشكر كل أعضاء مجلس الإدارة اللي مسندلنا ومشرفلنا في المباراة ومسندلنا أنا عايز أقول لك معلومة محمد بيت جرحي جاي من الصفر من المطارة على هنا محمد بيت ضماطي جاي من الصفر على هنا يعني ده إن ده اللي يدل على فعلاً الناس بتحبك فعلاً الناس بتدفعك لقدام طبعاً يعني أنا مش هادر أقول لك المشاعر الفياضة اللي جوه الواحد لكن فعلاً يعني كل الحب والتقدير بنشكر كل الناس بنشكر الجمهور اللي مسندنا على طول بنشكر قناة النادي الأهلي اللي مسندنا في كل وقت وكان لها فضل معنا في بطولة أفريقيا والدوري والكاس فأنا بشكرك جداً ويعني بنتمنى التوفيق بإذن الله للجميع وعبال الهندبول إن شاء الله لأن الهندبول عنده معرقتين بكرة واحدة منهم وبعد كده أفريقيا بنتمنى التوفيق إن شاء الله للفريق الهندبول إن شاء الله شكراً